السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء عاملين ايه يا رب تكونوا بخير حلقة النهاردة حاولت ساعدكم واجب لكم بدائل للثانوية العامة يعني اللي مش هيدخل ثانوية عامة في عندنا بدائل تانية للحاصلين على الشهادة الاعدادية اول مدرسة مدارس البترول احنا عارفين طبعا بعد الشهادة الاعدادية كلنا بنفكر في الثانوية العامة بس في بدائل لمدارس تانية كتيرة بدل الثانوية العامة بعد ما تاخد الشهادة الاعدادية يقدر الطالب يقدم في واحدة من المدارس دي اول مدرسة مدارس البترول والنقل البحري المدرسة دي اسمها مدارس الاسكندرية الصناعية للبترول والنقل البحري تقدر تقدم فيها بعد ما تاخد الشهادة الاعدادية العامة او الازهرية ومدة الدراسة فيها 3 سنين والطالب بياخد دبلوم التلمازة الصناعية معتمد من مصلحة الكفاية الانتاجية بوزارة الصحة ويقدر الطالب بعد ما يتخرج يقدم في الكليات والمعاهد العليا دي اول مدرسة تاني مدرسة برضو بعد الشهادة الاعدادية مدارس السنوية الجوية العسكرية ودي موجودة في القاهرة في مدينة ناصر ودي من اشهر المدارس العسكرية اللي كتير بيتمنى يقدم فيها وشروط التقديم في المدرسة موجودة قدامكم واي طالب حصل على الشهادة الاعدادية من اي محافظة في الجمهورية يقدر يقدم فيها بس لازم يجتاز جميع الاختبارات والقدرات ويجتاز الكشف الطبي وكشف الهيئة واللي عايز الاوراق المطلوبة ممكن يزور موقع وزارة الدفاع المصرية ثالث مدرسة مدرسة استيم مدرسة المتفوقين ودي هنعمل فيديو برضو نتكلم عنها بالتفصيل شوية ودي موجودة في عدد من محافظات مصر موجودة في كفر الشيخ والاسكندرية والغرداء والاهلية والاسماعيلية واسيوت ولقصر وطنطة والمنوفية ونظام المدرسة علمي فقط بيدرس جميع المواد العلمية ومن اول سنة ولها شروط كتير شوية لازم يكون الطالب حاصل على 98% حاصل على مواد يكون جايف فيها الدرجات النهائية وسنه ما يزيدش عن 17 سنة وما يقلش عن 14 سنة ويجتاز الطالب اختبارات القبول لمدارس استيم المدرسة الرابعة مدارس الضبعة النووية مدارس الضبعة برضو بتقبل الطلاب الحاصلين على الاعدادية برضو بدل السنوية والمدرسة دي اسمها المدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة تقدر تلتاحك بيها بعد الشهادة الاعدادية وشروط الالتحاق بالمدرسة ان يكون الطالب اللي حصل على الاعدادية يكون مجموعه ما يقلش عن 250 درجة ويكون سنه ما يزيدش عن 18 سنة والاوراق المطلوبة موجودة برضو قدامكم المدرسة الخامسة المدارس العسكرية الرياضية دي تبع جهاز الرياضة للقوات المسلحة بوزارة الدفاع والمدرسة فتحة باب التقديم للطلاب من المرحلة الابتدائية لسنة تانية سنوية بشرط ان يكون الطالب رياضي ودي للذكور فقط وشروط الالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية مكتوبة قدامكم المدرسة رقم 6 مدارس التعليم المزدوج مبارك كول مدرسة مبارك كول ومدة الدراسة والتدريب في مدرسة مبارك كول 3 سنين والعام الدراسي 11 شهر الطالب بياخد اجازة شهر واحد بس في السنة والشركة المدرسة بتعمل عقد توظيف للطلاب المتميزين براتب مناسب في حالة وجود اماكن فاضية رقم 7 مدارس البترول ومدارس البترول برضو تقدر تقدم فيها بعد ما تاخد الاعدادية وبرضو من شروط الالتحاق بمدارس البترول ان انت تكون جايب 260 درجة من 280 وتكتاز الكشف الطبي وتكتاز اختبار الكشف النفسي وسنك برضو ما يزيدش عن 18 سنة وطريقة التقديم في مدارس البترول بيكون بمعرفة الطالب اولي الامر بمقر التعليم الفني بدوان عام مدرية التربية والتعليم بمدينة مرسى مطروح في مواعيد العمل الرسمية المدرسة رقم 8 مدارس السكك الحديد ومدارس السكة الحديد الثانوية الصناعية في وردان بتمنح شهادة دبلوم المدارس الصناعية للنقل مدة الدراسة فيها 3 سنين والمدرسة داخلية وتقدر بعد كده تتعين في هيئة السكك الحديد وبيتم تعيين الخريجين تلقائيا وفقا لاحتياجتها واللوائح والقوانين المنظمة لها وقدمكم برضو شروط التقديم ومنها برضو ان عمر الطالب ما يقلش عن 14 وما يزيدش عن 18 في أول أكتوبر في السنة الجديدة وان الطالب برضو يجتاز الاختبارات وقدرات الكشف الطبي وكشف الهيئة والمعاهد ده للبانين فقط للولاد بس رقم 9 مدارس التمريد الفني ومدة الدراسة 5 سنين دراسية وبتقبل من مجموع عائلي وما بتقبلش طلاب من خارج المحافظة وبرضو من شروط المدرسة ان الطالبة لا تكون متزوجة ولا تتزوج أثناء فترة الدراسة ولازم تجتاز الاختبارات والكشف الطبي واختبار الكدرات واختبار إملة وكشف الهيئة ولازم تكون جايب مجموع عالي رقم 10 مدارس مياه الشرب والصرف الصحي ودي برضو بتقبل الحاصلين على الشهادة الاعدادية بحد أدنى 250 درجة وتقدر تقدم في المدرسة دي من أول شهر يونيو بشرط ان انت تكون جايب مجموع ما يقلش عن 250 درجة والأولوية للطالب الأعلى في المجموع والأوراق المطلوبة برضو موجودة قدامكم ولازم الطالب يكتاز برضو اختبار الكدرات والمقابلة الشخصية وبيشرف على المدرسة دي طاقم ألماني من كوادر وكفاءات متميزة بالتعاون مع فريق مصري من الشباب للقيام بمهمة الإدارة رقم 11 مدارس الانتاج الحربي ومدارس الانتاج الحربي لها أكتر من نوع وفارع بأنحاء الجمهورية زي مدرسة الانتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة السلام وفيها تخصصات كتير ومدرسة الانتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية في حلوان وبرضو لها تخصصاتها موجودة قدامكم بشروط التقديم والأوراق المطلوبة رقم 12 مدارس العربي للتكنولوجيا التطبيقية ومدارس العربي دي موجودة في بنها في مدينة أوسنة وبيتم التقديم لمدارس العربي للتكنولوجيا التطبيقية عن طريق الموقع الرسمي إلكترونيا في الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم برضو عن استيم عن مدارس المتفوقين بالتفصيل بتمنى لكم كل التوفيق شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته